السلام عليكم ورحمة الله فقدت قطيفة حمراء من غنائم يوم بدر فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ونشط المنافقون وأكثروا من القول في ذلك فأنزل الله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما ول يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وفي يوم أحد ترك بعض الرمات أماكنهم مخالفين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الذي دفعهم لذلك دفعهم لذلك حب الغنائم وخشيتهم من أن ينفرد المقاتلون بالغنائم وأن لا يقسم لهم ففعلوا ما فعلوا فأنقر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لهم ظننتم أن نغل ولا نقسم لكم فأنزل الله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما ول يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وما كان لنبي أن يخون أصحابه بأن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل القسمة وما كان لنبي أيضا أن يغل فيقسم لبعض الصرايا من الغنائم ويترك بعضا فالله عز وجل صان أنبياءه عن كل ما يدنسهم ويقضح فيهم وجعلهم أفضل العالمين أخلاقا وأطهرهم وأطيبهم وأزكاهم ونزههم عن كل عيب وعن كل نقصان وبكده نكون عرفنا معنى الغلول معنى الغلول هو الكتمان من الغنيمة والأخذ من الغنيمة خفية قبل قسمتها وهناك معنى أشمل للغلول وهو الخيانة في كل مال يتولاه الإنسان وأجمع العلماء على أن الغلول محرم ومن كبائر الذنوب ومن يغلل منكم يأتي بما أخذه حاملا له يوم القيام على ظهره حيوانا كان أو متاعا أو غير ذلك فيعذب بحمله ويفضح به على رؤوس الخلائق في الموقف المشهود قام النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شات لها ثغاء على رقبته فرص له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته بعير له يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك أو على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك ولهنا الآن نستعرض المعاني والعبر من ذاك الحديث قام الرسول صلى الله عليه وسلم خطيبا بين أصحابه واستعرض الغلول وشدد على إنكاره وبيان حكمه فأخبر أنه لا يأخذ أحد من المغنم شيئا بغير حق إلا جاء يوم القيامة وهو يحمل ما سرقه على رقبته فيأتي رجل وهو يحمل على رقبته شاة لها ثغاء ومعنى ثغاء صوت الشاة ويأتي الرجل وهو يحمل على رقبته فرسا له حمحمة ومعنى حمحمة صوت الفرس إذا طلب العلف ويأتي الرجل وهو يحمل على رقبته بعيرا أو جملا له رغاء ومعنى الرغاء صوت البعير ويأتي الرجل ويأتي الرجل وعلى رقبته صامت وهو الذهب والفضة المغلولة ويأتي الرجل وعلى رقبته رقاع ورقاع جمع رقعة وهي الخرقة تخفق أي تتحرق إذا حرقتها الرياح وكل هؤلاء ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم عند الله عز وجل أي يرفع عنهم هذا العذاب فتكون الصدمة يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يملك لهم عند الله شيئا من المغفرة أو الشفاعة وذلك لأن الشفاعة تكون بأمر الله وإذنه ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أبلغتك وذلك مصداقا لقول الحق سبحانه وتعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وتعطى كل نفس جزاء ما كسبت من خير أو شر وافيا كاملا غير منقوس وهم لا يظلمون فلا يزاد في سيئاتهم ولا يهضمون شيئا من حسناتهم ولا يظلمون مثقال ذرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من ثلاث الكبر والغلول والدين دخل الجنة جزاكم الله خيرا وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون